بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا بكم أبناء وبناء الطلاب في درسنا لهذا اليوم نكمل ما أخذناه في الدرس السابق حينما تعرفنا في بدايته على أنواع الاضطرابات النفسية وكان الدرس السابق في جزئين الأول في درسنا لهذا اليوم أنا وأنتم أبناء وبناء الطلاب نتعرف على أنواع الاضطرابات النفسية في جزئه الثاني درسنا كما تعلمون أبناء وبناء الطلاب هو من الوحدة الخامسة الصحة النفسية أنواع الاضطرابات النفسية في جزئها الثاني أنا وأنتم أبناء وبناء الطلاب نستذكر ما أخذناه في الجزء الأول في درس السابق حينما تعرفنا على ما هو الاضطراب النفسي وتذكرون أبناء وبناء الطلاب أنه عكس أو مخالف للصحة النفسية إذن ما هو الاضطراب النفسي نريد أن الجميع يشارك ابناء وبناء الطلاب ما هو الاضطراب النفسي؟ أحسنتم هو حالة من عدم التكيف مع الذات أو مع الآخرين أو مع جوانب الحياة المختلفة إذن هي حالة من عدم التكيف مع الذات أو مع الآخرين أي مع المجتمع المحيط بنا الأسرة الحي المدرسة وغيرها أيضا أبناء وبناء الطلاب مع جوانب الحياة المختلفة إذن هو عكس للصحة النفسية ما هي الصحة النفسية؟ أحسنتم هي رضا وانسجام مع الفرد أو انسجام الفرد مع نفسه ومع الآخرين الأشخاص، المجتمع، الأسرة، الأقارب وغيرها بالإضافة إلى التكيف مع جوانب الحياة المختلفة متى نستطيع ابناء وبناء الطلاب أن نطلق على هذا الشخص مضطربا نفسيا هناك عدة نقاط من خلالها نستطيع أن نطلق أو نتعرف نوعا ما على أن هذا الشخص لديه بعض من الاضطرابات النفسية أحسنتم هذه المشكلة تستمر طويلا ممتازين أنها تؤثر على جميع مناح الحياة، على جميع جوانب الحياة على العمل، على الأسرة، على الآخرين، المجتمع، الحي، الأقارب فإذا أثرت سلبا فإننا نستطيع أن نتعرف أو نطلق على هذا الشخص لديه اضطراب النفسي إذن أبناء وبناء الطلاب طول المشكلة تأثيرها على المحيط بهذا الشخص سواء في الأسرة، في المجتمع، في الأقارب، في العمل تؤثر على العمل، منها نطلق على ذلك الطراب النفسي ولكن لا بد أن نحذر لأن هناك بعض الحالات تكون عابرة كالحزن والهم فلذلك لا نطلق عليه شخصا ذو الطراب النفسي بل حالة طبيعية تزول مع الوقت من يقوم بتشخيص الاضطراب النفسي؟ هل لكل شخص أو لكل له الحق أن يطلق على الإنسان أو على شخص قد ظهرت عليه بعض العلامات أو بعض الإشارات أو بعض الاضطرابات أنه مضطرب نفسيا؟ أحسنتم لا بد أن يكون مؤهلا تأهيلا علميا وتدرب تدريبا طبيا لأن يكون ويستطيع أن يقوم ويشخص هذا الاضطراب من نفسيين وأخصائيين وغيرهم وقد أوردنا أبناء وابناء تطلق بعض الاضطرابات ولكن لا بد كما ذكرت لكم في الدرس الماضي لا بد أن نحذر من بعض ضعاف النفوس من يدعونا أنهم يعالجون ذلك وهذا وأنتم تلاحظون أبناء وابناء الطلاب قد كثروا في مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي فلا بد من الحذر تمام الحذر وشديد الحذر من هؤلاء أبناء وابناء الطلاب وذكرنا المثال عندما ذكرنا أن هناك شخص يبكي فذهب به أهله إلى مدعي وقال أن فيه سحر واستنزفهم ماديا واستنزف الوقت إلى أن دله بعض وأحد من أقاربه إلى المستشفى وتحسن بعد ذلك أبنائي ما هي أنواع الاضطرابات النفسية هل تعرفون أبناء وابناء الطلاب وأنا متأكد من ذلك لديكم بعض المعلومات عن أنواع الاضطرابات أو الأمراض النفسية أحسنتم أبناء وابناء الطلاب وسنناقش أنا وأنتم بإذن الله وسوف نثري هذا الدرس بما لديكم من معلومات أولى هذه الاضطرابات وهذه الأمراض النفسية الوسواس القهري وقد سمعتم عن ذلك أبناء وابناء الطلاب في المجتمع وفي بعض ما تقرأونه وهذه حالة نوردها ونذكرها والدتي إنسانة فاضلة ولكنها من النوع الملتزم الدقيق إن شئت فيمكن أن تطلق عليها نوع من الموسوس كما نطلق أحيانا في لغتنا المتداول لغتنا العامية أن هذا فلان موسوس كانت تميل إلى النظافة لدرجة شديدة حيث كانت تستقبلنا عند عودتنا من المدارس على باب الشقة حيث نخلع أعزكم الله أحذيتنا ونتركها خارج الشقة ونتوجه فورا إلى الحمام عزكم الله تشرف على نظافتنا بالماء والصابون وإن شكت في نظافتنا أو نظافة أحدنا رجعت واجعلته وعزمته بأن يعاود الاستحمام كانت الوالدة أو تجهد نفسها ساعات طويلة في النظافة في المطبخ لدرجة أنها كانت تغسل المأكولات التي يحضرها الوالد بالصابون فما فكانت تغسل الفراولة بالصابون تغسل الفواكه بالصابون قد تفقد ذلك من طعمها ولونها لكثرة الغسيل كذلك أن الملابس تغسل عدة مرات بالمطاهرات ولا تسمح لأحد ماذا أن يرتدي ملابسه أكثر من مرة وبعدها تأبدأ عملية الغسيل والكي لدرجة أن جميع الملابس حتى الجديد منها كان يبدو أمام الناس أنها قديم وكالح اللون من كثرة الغسيل وأدى ذلك إلى إجهاد شديد للأم حاول أبي معها عدة مرات لكي تقلل مما تفعله بهذه الصفة المتكررة حدثت أكثر من مشكلة بين الوالد والوالدة ولكن الأمر انتهى باستسلام الوالد لأمر الله وأصبح لا يجادلها في أمور النظارة أبناء وبنات الطلاب حينما قرأنا وتعرفنا على هذه القصة أحسنتم كما ذكرنا باللغة العامية واللغة الدارجة هي أنها فيها نوع من الوسواس القهري أو الموسوس بالنظافة كما نطلق عليها تعريف الوسواس القهري هو تكرار لسلوك معين كتكرار الغسيل هو تكرار لسلوك معين كتكرار الغسيل أو أفكار محددة كماذا كطول اليوم أو اليوم كله أحيانا قد تستمر هذه الأفكار فتصبح أو تدخل تحت أو ضمن دائرة الوسواس القهري بشكل مزعج لا يستطيع التخلص منه بالرغم من محاولاته العديدة الوسواس القهري أشكال قد يكون في مجال النظافة أو الشك أو في الصلاة أو في الوضوء أو في نظافة الأسنان وغيرها أبناء وبناء تطلب لها أشكال عدة من أشكال الوسواس القهري بعض الأعراض والتصرفات التي نطلق عليها تصرفات وسواسية التأكد من الشيء عدة مرات كيغلاق الباب أحيانا قد يشك أنه لم يغلق الباب فيرجع مرة أخرى إلى الباب ويتأكد أنه لم يغلق ثم يرجع مرة أخرى إلى قد يذهب إلى سيارته ويرجع مرة أخرى إلى ذلك فهذا التكرار أو تكرار التصرف يدخل ضمن دائرة الوسواس أيضا القيام بعملية الحساب بشكل مستمر في السر أو في العالم أيضا تكرار القيام بشيء ما عددا معينا من المرات أيضا كالاستحمام ترتيب الأشياء بشكل دقيق جدا البعد عن لمس الأشياء العادية لأنها قد تحتوي على جراثيم ونلاحظ ذلك أبناء وبناء الطلاب عند بعض الناس حينما يذهبون إلى بعض من الأماكن التي تقدم الوجبات تكرار الوضوء هي إحدى أشكال الوسواس القهري فلابد أبناء وبناء الطلاب حينما تعرفنا على هذه الأشكال أو هذه الصفات فلابد أن نفرق بين الوسواس القهري والتكرار الاعتيادي أو في الحالات الاعتيادي أي لا نستطيع أو لكي نستطيع أن لا ندخل أي شخص قد ظهرت عليه بعض عراض التكرار أن يكون ضمن الوسواس القهري أو ضمن الحالات الاعتيادي في الحوال العادية عند الشك أن أعيد صلاتي أو أن أتأكد بعض الأشياء المهمة وهذه لدى غالبية الناس لكن مريض الوسواس القهري يعيد الصلاة مرات عديدة أو يعيد الوضوء عددا من المرات أو يكرر رقما معينا أو فكرة معينا وقد أحيانا قد تصادفون أبناء وبناء الطلاب أشخاص أثناء الصلاة يعيد الفاتحة أكثر من مرة ظنا منه أنه لم يقرأها فتجده أو تسمعه أحيانا وقد تصادفون ذلك أحدا يكرر الآية أكثر من مرة قد تزيد إلى أربع مرات خمس مرات ست مرات فهذه قد تدخل قد تدخل أبناء وبناء الطلاب ضمن هذه الدائرة مثال يكرر المريض وضوءه لحد الصلاوات مرات عدة ويستغرق منه وقتا طويلا وقد يدخل وقت الصلاة والصلاة الأخرى وهو لم ينتهي من ذلك وكل مرة يشكون الماء لم يصل إلى جزء معين من أعضائه وخاكذا في كل صلاة وهذا هو الوسواس القهري هذا الشخص المصاب بالوسواس القهري مجنون كلا بالتأكيد هو شخص لا يدرك أن هذه التصرفات والأفكار الخاطئة التي يشعر بها غير طبيعية وغير موجودة هو شخص قد أصيب باعتلال نفسي ولكن يدرك الأشخاص أو معظم الأشخاص المصابون بالوسواس القهري أن تصرفاتهم غير طبيعية أو غير عقلانية ولذلك فأن الأشخاص المصابين بالوسواس القهري ليسوا بمجانين أبناء وبناء الطلاب ولا بد أن نحذر من إطلاق هذه الكلمة بشكل دائم كلمة المجنون لا تطلق أبناء وبناء الطلاب على من قد يصاب باعتلال نفسي فلا بد أن نحذر ونحذر ونحذر من إطلاق هذه الكلمة أبناء وبناء الطلاب الاكتئاب هو أيضا أحد أشكال الاضطرابات النفسية حالة أنا سيدة أبلغ من العمر 35 سنة متزوجة ولدي أطفال أشكو منذ سنوات من ضيق في الصدر لا زمني معظم الوقت هم حزن عدم ارتياح أبكي أحيانا ترددت على الكثير من المعالجين الشعبيين والمعالجين والرقية المعالجين بالرقية وغيرهم فبعضهم قال لي أنها عين وبعضهم قال أنها أعراض من المسي ومن السحر وأيضا آخرون قالوا أنها سحر رغم استعمالي لجميع ما وصفوه إلا أني لم أشعر بتحسن فقدت كثيرا من الأشياء جميلة فكيف أستعيد حياتي الجميلة أولا الاكتئاب أنتم تصورتم هذه الحالة فتعريف الاكتئاب هو حالة من الحزن المستمر الشديد الذي ليس له سبب واضح إذن هذا الحزن هذه الضيقة ليس لها سبب واضح أعراضه الملل من الحياة فقدان الشهية عدم الاهتمام بالأنشطة المهمة وغير المهمة العزلة الانطواء قلة النوم قلة النوم هي أحد أشكال الاكتئاب الصداء صعوبة التركيز حزن بكاء إحساس بضيق الصدر مع فقدان المتعة فقدان الابتهاج نلاحظ أبناء وابناء الطلاف فيما لو سألتم أحدا قد عانى من هذا المرض قد يشاهد الأشياء أو يشاهد الحياة بلون واحد قاتم فهذا هو الإحساس الذي قد يتبادر أو يشعر به مريض الاكتئاب إضافة إلى الملل انحسار العلاقات الاجتماعية عزلة غلة اهتمام غلة حرص على الهندام ملحوظة مهمة عند تشخيص المرض لا بد أن توافر أو من توافر أكثر العراض السابقة بمعنى أنه لو وجدنا شخصا فيما لو فاقد للشهية هل نطلق عليه مريضا بالاكتاب؟ لا نطلق عليه مريضا بالاكتاب فلا بد من توافر أغلب هذه الأعراض لكي نقل أو لكي نشخص أو لكي يشخص المؤهلون والنفسيون بهذا المرض أو لهذا الشخص بأنه مريض بالاكتئاب ما الفرق بين الحزن العادي الذي يمر بنا أحيانا أبناء وابناء الطلاب وبين مرض الاكتئاب الحزن العادي يحدث لنا جميعا أبناء وابناء الطلاب ومن الطبيعي أن نحزن لأن هذه هي الحياة فيها فرح وفيها حزن فيها فرح عندما نستقبل خبرا سعيدا وفيها حزن عندما نسمع موتى أو فقدان شخص عزيز أما الاكتئاب هي حالة طويلة مستمرة تتميز بماذا؟ أكثر حدة أي أكثر شدة من الحزن العتيادي تستمر لفترات طويلة أكثر من أسبوعين متواصلة يعوق الفرد بدرجة جوهرية عن آداء واجباته وأيضا يمنعه قد يمنعه من مارسة حياته الوظيفية هذه هي بعض أو بعض الأشياء التي نستطيع من خلالها أن نفرق بين الحزن والاكتئاب بين الحزن الطبيعي الذي يصيب الأشخاص والاكتئاب بذلك أبناء وابناء الطلاب تعرفنا على أحد الإضطرابة النفسية شكرا ومقدرا لكم تفاعلكم مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح ترجمة نانسي قنقر